احبا المشاهدين برحب بكم مرة تاني في برنامجنا المتواضع المسيح في انجيل يحنى النهاردة حلقتنا التالتة اللي بنحاول نفك بعض المعاني اللي موجودة في هذا الانجيل الرائع الدسم العميق وهنبتدي النهاردة ندخل في بعض التفاصيل فهقرى على ما سمعنا الايات الاولى اللي وردت في اصحاح واحد فارجو نسمع مع بعض بنعمة الرب الوحي بيقول ايه عن الرب يسوم في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه بعد المقدمة اللي اتناولناها في الحلقتين اللي فاتوا حبائي هندخل بنعمة الرب في الاصحاح الاول بيفتح الرسول هنا الانجيل كونه شاهد عيان للمسيح بالتعريف عن هوية وجوهر المسيح كونه الله الازلي الابدي السرمدي كالخالق لكل شيء وضابط الكل ومعطي الحياة ومصدر النور والمعرفة والطريق الوحيد لنوال كل النعم الالهية فتعالوا نلخص الجزئية الاولى من الاصحاح وبالتحديد الايات الاولى وبالتحديد الاية الاولى اللي بيقول فيها في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وطبعا كلمة في البدء اشارة الى بدء الكون وهنا بنشوف انه قبل ما يكون في بداية للحياة كان المسيح الكلمة موجود موجود ومش بس كان موجود لكنه هو المبدء للوجود وكل من هو موجود هو أوجده لاحظ التوازي بين الآية دي والآية اللي جات في بداية الكتاب مقدس في البدء خلق الله السماء والأرض السماوات والأرض طبعا في تكوين واحد واحد وعبارة الكلمة اللي وردت في يحنى واحد واحد كانت معروفة للثقافة اليونانية اللي كانت بتسود العالم ده في الوقت ده وكان بيسموها في الوقت ده لوجوس أي المنطق، النطق، الحكمة، المعرفة القوة الخفية وراء الكون واللي أبدعت الكون وهنا لازم نوضح حاجة مهمة إن المقصود بكلمة لوجوس مش قوة خفية غير شخصية أو impersonal لكن شخصية مرتبطة بشخص اللي هو الله بذاته وهنا بنشوف إن الكلمة مع كونه عند الله لكنه خرج من عند الله زي الفكرة اللي بتطلع من ذهني وبتروح لأماكن بعيدة متعددة لكنها ما زالت في ذهني عشان كده بنقول في قانون الإيمان في الإيمان إنه المسيح كابن الله منبثق من الله الأذلي لكنه أيضا موجود في حطن الآب بشكل دائم دائم الوجود لا تغيير ولا تبديل فيه وده بيأكد حقيقة لهوت المسيح اللي هو صورة الله غير المنظور وده الجزئية اللي شرح لنا فيها الرسول بولس فيه فيليبيا صحاح 2 اللي بيقول فيها اللي يكن فيكم هذا الفكرة الذي كان في المسيح الذي كان في صورة الله لم يحسب خلصا أن يكون معادلا لله وطبعا في تموتاوس الأولى صحاح 3 لما بتكلم عن وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وفي عبرانين واحد واحد تذكروا الإشارة كمان عن من هو الرب يسوع المسيح اللي هو خالق السماء والأرض كلها اللي هو من به وفيه وله خلقت كل الأشياء وماسك زمام الأمور اللي هو صورة الله غير المنظور في كلوسي كمان فيه إشارة عن الموضوع ده فبنعمة الرب هنستكمل حديثنا في الجزئية دي وفي أفكار تانية في الأصحاح الأول المرة الجاية بنعمة الرب فهنتكلم بفكرة مختصرة عن جوهر وحوية المسيح وإرساليته فأرجو تتبعونا ونستمتع مع بعض بهذا الإنجيل المبارك الحلقة الجاية فنشوفكم بخير بنعمة الرب والرب يكون معاكم ويحفظكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة